دشن وكيل محافظة شبو أحمد الضغار في إدارة البريد والتوفير البريد بالمحافظة دورة الصرف السادسة عشر للمستفيدين من مشروع الحوالات النقدية غير المشروطة بالمحافظة ونوه الوكيل الضغار بأهمية هذه المساعدات النقدية للحالات المستفيدة منها مشيدا بالإجراءات المتخذة لتسليمها بصورة مباشرة لهما لافتا بارتفاع معاناة الناس وانعدام سبل العيش الكريم للغالبية منهما من جانبه أكد مدير عام إدارة البريد صلاح بارويس أن إدارة البريد تولي اهتماما بلغا في صرف حالات الاستحقاق للمشمولين بها في كل من مديريات عتق وبيحان وعين فيما ستتولى جهات مصرفية محددة عملية صرف المساعدات في بقية مديريات المحافظة ترجمة نانسي قنقر